في حوار عمله المهندس نجيب سويرس مع الاسبوع اللي فات يمكن مع جديد النهار اللبنانية وقال يعني كان عاملين اللقاء للجورنال بس متسجل يعني فيديو قال الحقيقة الكلام انا مستاء ومنتظر رد انا معرفش مين يرد على ايه انا هذا الكلام اللي قاله اهو نجيب سويرس ضيف حديث عن الحياة والنجاح والسياسة الحياة قول براحتك النجاح قول براحتك والسياسة قول براحتك لكن وقفت عند 3 اربع كومة اللي قالهم نجيب بيقول انه احنا في 2011 نجيب بيقول في 2011 كان عندنا امل في الديموقراطية والحرية وحول انسان وغيره وغيره فهي بتقول له هل الامل ده مش موجود قال لها قال لها تبخرت هذه الاحلام وماتت واندفنت ونفس النظام بيرجع تاني النظام القديم بيرجع تاني والنظام ما تغيرش خلينا نسمعوا واسب اراءكم يعني فضل الامال العريضة اللي كانت علينا وقت صارت 25 انايا دي كنا فاكرين هايطلع عنها حكم ديمقراطي ويبقى في حركة حزبية حقيقة والشباب يبقى له تواجد ونقدر نغير البلد ونعمل لو يبقى فيه ديمقراطية وحرية وعدالة والبلد تنهض اقتصادين وكل الاحلام دي تبخرت يعني فدي نمر واحت وين راحت الاحلام ماتت دفنت بقدرة نفس النظام بيرجع تاني يعني نفس الانظمة كلها بترجع نظام ما تغيرش ده كلامه على صورة 11 وان نظام ما تغيرش بلا تعليق لا 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 يوجد لدي تعليق يعني كل واحد يرى ما يرى ودي ده رأيه حرية رأي لكن تشوف المقطة اللي جاية ما اعتقدش انه تندرج تحت حرية الرأي لانه بيطعم فيه مؤسسة من مؤسسات الدولة المحصنة دستوريا وهو مجلس النواب وانا غيرتي مش على مجلس النواب بقدر ما غيرتي على مؤسسات الدولة المصرية وانا بتكلم بشكل واضح ودقيق نجيب سويرس اتكلم على البرلمان بما لا يليق على برلمان مصري ولو كان عنده اي اراء المفروض حرية رأيه لكن دون طعم فيه البرلمان خليني اسمع مع حضراتكم والحكم ايضا لكم الحمد لله ان انا مشيت لانه لما كنتش مشيت كمان كنت اخدت مسئولات اللي حصل بعد كده حتى اليوم بالبرلمان ولا فيه برلمان اساسي هيك بتعتبر المشكلة فيه البرلمان ايه نفس الاشخاص والعزوة والعائلات اللي بتيجي في كل عهد السياسي هي هي اللي بتيجي في اي برلمان نمرة واحد دي مشكلة البرلمان بيجي فيه تدخلات برلمان فيه ناس فيه دفع فيه فلوس عشان ياخد مقعد البرلمان طب هو لو دفع دخل غلط اساسي بده من دخل غلط البرلمان ازاي هيشتغل صح ومسيوة الاجور ازاي انا اكتشفتها ان كل واحد بيشتغل بمبدأ واحد بس واتسئنة تفرميه انا هيطلع لي من الحكاية دي ايه مش ان ان انت جاي تعمل ايه البلدك يعني بتكلمه كأنه مكرم عبيد وهو طبعا ملوش لقب مكرم عبيد بتكلم على انه سعد زغلول ولش لقب سعد زغلول بسأل المهانس نجيب بمنتهى الهدوء انت نتاج اي نظام يعني هو بيقول النظام القديم ما تغيرش وانا بسأل والله وبتحك من قلبي وبقول للناس كلها هو المهانس نجيب ابن انهي نظام ونتاجه من انهي نظام وساروته اتبنت من انهي نظام ورخصة المحمول بتاعت موبنيل كانت انهي نظام ادهاله وادهاله ازاي يا جماعة هذا الرجل اللي بتكلم شركاتهم يعني شركاته بتعمل ب11 مليار في السنة يمكن تقالت قبل كده في مناسبة رئاسية فبالتالي انا من حق اي واحد ينتقد ومن حق واحد يقول رأيه ولكذا لكن انا لن اغرب بالنيابة عن اعضاء البرلمان والمجلس يعني البرلمان يعني سيد قراره هو يدفع عن سمعته وسمعت اعضاؤه لكن انا هنا في مقادي الاعلامي انا لا اقول الا ما اعتقد انه صواب رقم واحد رقم اثنين لا اقول الا ما اعتقد انه يصب في مصلحة الدولة تاني بحافظ على وبحترم الرأي الاخر ايا كان مخالف او مغير وبقول رأيه انه هذا الرأي انا ليه تحفظات عليه وده حرية اعتقد حرية عكسية ايضا انه بيقول انه النظام ما تغيرش طب انت ما هو انت كل اللي عندك معمول في عهد نظام انت مش عاجبك او بتكلم عليه انا معرفش خلي بتوع يعني كان مجموعة رجال الاعمال اللي حوالين النظام السابق انت احد اهم المستفدين منهم ورخص المحمول اعتقد كان ليه فاكف جدا ومش عايزين نقلب في دفات القديمة لكن البرلمان كان عندك كان عندك حزب المصير الاحرار دخل البرلمان ويشتغل وغيره وغيره هو احنا ليه يا جماعة زي ما بقول بنحب البلد بشروط يعني ليه بنحب البلد بشروط مش عايزة ادخل في نوايا الناس ربما يكون انا بتكلم الظاهر اللي قدامي اعتقد ان هذه المقابلة ايضا غير موفقة تماما اعتقد ان هذه المقابلة ايضا يعني زي معظم مقابلات او معظم مدخلات المهندس وتدات وتغريدات اعتقد كلها في حاجة غلط في الموضوع في حاجة غلط في الموضوع معرفش انا بس قلت اشاركه بما لدي من منغصات بشوفها وبتعجب وبقول لله في خلقه شؤون وبعدين يجي هذا الرجل يقول الاعلام والمطبلطية والبيطبله وغيره وبعدين يعني احنا مش في معركة احنا محتاجين كل الناس يشتغل وكل الناس يستفيد وكل نستفيد بلدها لكن فكرة المناوشات والاحتكاكات والصراعات يعني اعتقد انه انا الاوان ان نكون عقلاء واخطر ما يواجه هذا البلد وهذه الامة هي اختفاء العقلاء وخطأ العقلاء ترجم الى اشتغل الارواقل